ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة المالك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز اجتماع مجلس إدارة الشركة للربع الثالث من العام الجاري عبر الاتصال المرعي واستعرض سموه خلال الاجتماع الأداء المالي للشركة للربع الثالث من العام 2023 مسلطا الضوء على التقدم المحرز في المشاريع الرئيسة المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور الذي يطلع به كافة عضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس والتزامهم المستمر وتفانيهم في تسريع رحلة تحول الطاقة في البحرين كما عرب سموه عن امتنانه للجهود المبدولة في إطلاق إطار المجموعة المالي المرتبط بالاستدامة والذي أصبحت من خلاله الشركة أول شركة وطنية للطاقة في العالم تنفذ هذه الممارسة لتقدم نموذجا ناجحا وفعالا يربط تمويلها بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الغازات الدفينة من النطاقة الثالث تم خلال الاجتماع منقشة الخطط المستقبلية لشركة بابكو للاستكشاف والإنتاج للمنافسة في الأسواق العالمية وذلك في إطار تعزيز دول مملكة البحرين في مشهد الطاقة الدولي والبناء على شركتها العالمية الاستراتيجية كما تمت المصادقة على عدد من فرص الاستثمار المتاحة في خطوة نحو تعزيز قطاع الطاقة ليصبح أكثر ارتباطا بالطاقة المتجددة ومتوافقا مع الأهداف والطموحات الوطنية والدولية بهدف تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 شهد الاجتماع استعراض الرئيس التنفيذي للمجموعات آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية منها برنامج تحديث مصفات بابكو وأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستمرة التي تقوم بها شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج وخطط وأنشطة الشركات على الساحة الدولية مع التركيز بشكل خاص على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناه كوب 28